موسيقى السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعى المعصومين من بنيه ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية ومرحبا بكم من جديد وحلقة أخرى وبرنامج المائدة وعودة وإياكم إلى سماحة الشيخ مرتضى الشهرودي لنكمل أو لنكمل معه حوارنا الذي ابتدعناه في الحلقة الماضية مرحبا بك شيخنا مرة أخرى وحياك الله وأهلا وسهلا بك حفظكم الله إن شاء الله الله يبارك بكم وقفنا في الحلقة الأولى أنا ريد أستفيد من الوقت في كل تفاصيله في كل لحظاته في الحلقة السابقة وقفنا على التاريخ الأسرة الكريمة وقفنا على محطات في حياة الشيخ مرتضى الشهرودي مع المنبار في انتقالاته تعلمه للغة الأخرى قضية المادة الشعرية وقفنا على بعض المحطات ووصلنا إلى محطة موضوعة دور خدمة الحسين كذلك مع خادم الحسين نفسه دور أصحاب المواكب وعلاقتهم بالخطيب دور المؤسسة الإعلامية وعلاقتها بالخطيب على اعتبار أنه اللب الحقيقي والمادة الرئيسية للمنبار هي قضية الحسين وهذه المادة البكائية وهذه الذاكرة العظيمة التي من خلالها ممكن أن تظهر تفرعات ممكن أن نعالج موقف اجتماعي ممكن أن نعالج مادة مادة تربوية حالة أسرية قضية علمية نقف عليها ولكن تبقى المادة الرئيسية والمادة الأولى هي قضية الإمام الحسين وتاريخ هذه الثورة العظيمة والمواقف البطولية وكذلك الشجية والمؤلمة التي مرت بها العائلة أريد أعود ويا جنابك إلى الشعائر الحسينية وعلاقتها بالمنبر وعلاقة الخطيب خادم الحسين وخدمة الحسين بالشعائر الحسينية بالمنبر كمنظومة حسينية واحدة كيف المفروض أن يتعامل وياها وما هو دور الخطيب وما هو دور صاحب الموكب وما هو دور الإعلام في إنجاح وأظهار مظلة حسينية منبرية طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين أبو القاسم محمد وعلى العترة الطاهرة والأنجم الزاهرة الباهرة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته مؤسسة المنبر عبارة عن مفردات مكملة للبعض هي مؤسسة كما أن سائر المؤسسات الوزارات المصانع فيها مفردات كجسم الإنسان عبارة عن خلايا أعضاء جوارح كلها ضرورية هي بكلها تشكل المؤسسة بكاملها طبعا أهم عامل في هذه المؤسسة هو من يرقى المنبر لكن لأصحاب المجالس والحسينيات والمآتم دور كبير أولا وقبل كل شيء اختيار الخطيب المناسب الذي يرقى المنبر التحسس التحسس هو التفتيش عن الحسنات والتجسس هو التفتيش عن السيئات التجسس الفرق نقطة واحدة لكن المعنى والمفهوم مخالف مية بالمية ولا تجسسوا هذا الناهي صريح القرآن لكن الأمر بالتحسس يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف يعني ايتوني بأخبار جميلة حسنة طيبة صاحب المجلس حتما عليه أن يتحسسه في اختيار الخطيب يعني فقط هذا الجانب الصوت والأطوار لا لا وسبحان الله الآن لو حوض كبير مليء بماء الورد غالي كم قيمة هذا الحجم من ماء الورد لكن إذا ألقينا قطر من الدم في هذا الحوض كله كله فسد كله فسد كله الخطيب خمسين سنة على المنبر مجالسه إيجابية مثبتة نافعة جيد جدا منبر واحد غير جيد أو العياذ بالله فاسد لا المنبر ساعة كلمة واحدة في منبره هذه الكلمة تفسد تأريخه نهائيا لا تبقي له الشيء ولذلك صاحب المجلس إذا لم يتحسس ولم يختار الخطيب المناس الخطيب السالم عقائديا روحيا فكريا والله هذا من الجانب المأساوي ممتاز شلون خطابة جيدة لكن ما تسأل عقيدة شنو شو إذا هذا عقائديا لم يكن في خط الحسين راح يسبب مشكلة المتلقي شتجاوب الحسين انت فهذا مسؤول مسؤول إضافة إلى أن هذا الذي يزرع روح الفتنة والخلاف والانحراف والظلال في قلوب الناس بالطرح ولو كلمة واحدة غير مؤيدة من قبل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أو يمس جانب من جوانب الولاية لأهل البيت روحي لهم الفداء أو جانب من جوانب الشعائر الحسينية هذا مو فقط الخطيب محاسب صاحب المجلس محاسب الاعتبار هو مؤتمن صاحب أمان بل لأنه تصدى لإقامة هذه المجلس فهذا صاحب المجلس مؤاخذ عند الله وعند الحسين الحسين يعاطبه لماذا اخترت هذا دون غيره لما لم تسأل عن عقيدته ما تعرف في زمن قبل بس نقضى يعني أخذ وياك وأعود لهذا كانت أكو هيش روح عند أصحاب المواكب أنه لما يجبون خطيب يبحثون عنه يسئلون عنه قبل أني نعم مولانا كانت كانت موجودة هاي أصلاً إضافة إلى هذا هس العقائدي الجانب العقائدي خطير جداً أترك هذا الجانب حتى احنا في زماننا الخطيب الذي يصعد على المنبر حتى إذا كانت له غلطة نحوية فتحة كسرة ضمه العلماء اللي قاعدين والأدباء والشعراء برفيع صوتهم يصلحوا له وهو على المنبر على المنبر يصيحون تصير لدرس بذلك إيه أحنا مجالس أنا خصوصاً غالباً مجالسي في كربل المجالس علماء بعض المجالس هذا قلبي كان يرتجف هناك بعضهم اللي كانوا أبطال وفحول كانوا في اللغة والأدب والصرف والناح والصرف لما قاعدين القلبي يرقع حتى لا يأخذون أخطائه فهذا كان يصير حافز للخطيب أن يجيد يروح يتعلم نحن درسنا في الابتدائية في الثانوية الناحو كان عدنا مدرسين إذا موجودين الله يخليهم إذا يعني توفوا وذهبوا إلى الله عز وجل الله يحشرهم مع الحسين كثير استفدنا منهم كذلك في الدروس الحوزوية الناحو الصرف المنطق البيان هذه أمور ضرورية الخطيب بدون دراسة نحو صرف ما يقدر يروح آيات قرآنية أحاديث خطابة المؤنث يسوي مذكر والمذكر مؤنث المفتوح مجرور المجرور مرفوع هذا عيب يعني ينزل من شأن المنبار هذا بالجانب النحوي وبالجانب العقائد العقائد مولانا العقائد خطير يفسد يفسد العالم هذا من ناحية شخصية أبو الموقف إعلاميا أليس يجب أن يكون هناك دور للمؤسسة الإعلامية كذلك في متابعة الصوت المنبري وفي متابعة الخطاب المنبري واختيار المادة الحسينية النقية البعيدة عن القدح البعيدة عن الصدر سيدنا أكثر من مرة أنا اتصلت حتى كنت في غير البلدة التي فيها هذه الفضائية اتصلت أعرفهم بعضهم برئيس بصاحب أو رئيس هاي المؤسسة والقناة قلت له استعد للعقاب والحساب سوف يخاصمك رسول الله والحسين اشتون تجيب خطيب اللي حلقد كلامه مثلا فيه انحراف عقائدي فيه أخطاء فيه كذا حتى الأخطاء أقول ما يخالف قدام الحسين أهلا وسهلا لا تبثوهم أرتب وضعي لا مولانا هاي الفضائيات هاي القنوات كم فيها منافع نفس الوقت فيها مضار لكن هنا المسؤولية تأتي إلى من إلى أصحاب القنوات ما كف مولانا فيلتر ما عدهم رقابة ما عدهم لذلك أنا أنا شخصيا مخالف مع البث المباشر لأي واحد كان احنا مو معصوم من مولانا أنا واحد منهم شمعرفنا احنا علومنا علوم غيبية إلهية آية قرآنية خطأت كلمة كانت عفوية خرجت إلى أن تجي تعدلها وين انتشرت وغذت أفكار وعقول لم تكن مؤهلة للاستيعاب لذلك أصحاب القنوات مسؤوليتهم كبيرة أصحاب الحسينيات في شنو في عدم المراقبة نعم على خطاب الخطيب أصحاب الحسينيات هم مسؤولون في انتخاب واختيار الخطيب الخطيب هو مسؤول في طرح مواضعه لا يكون في الموضوع مسموم هذا السم غذاء مسموم يغذيه ويدخله يالد في المعدة فحاس بالعب في الأفكار في العقول وقطرة وحدة تكفي لسم هذا الخطاب أو هذه الرسالة التوجهية بالنتيجة ممكن أن توجه إلى الرادود وإلى الشاعر الحسيني بنفس الوقت نعم يجب أن يكون أيضا الرادود يهذب عقائدة يكون عقائدة أو الشاعر يهذب قصيدة وتكون قصيدة بها روحية بها كلام صحيح مقبول يقرأ على المنبر هم ما ياخذ راحته بكيفه وكذلك بنفس الوقت أبو الحسيني أيضا منزم باختيار الرادود المناسب والشاعر المناسب اللي تكون عقائدة عقائدة نظيفة مع مرورة على مسألة الشعر الشيخ ملتظى الشهر أكيد موروثة الشعري واللي حافظه كبير وأكيد من الأقلام القديمة يعني المرحوم حج جمعين السباك أو ثك الأسماء كبيرة سماء حضرني هل جربت أنه أنه تقرأ شعر نعي أو قصايد لتجيل الشعر الشاب إن كان في العراق أو في في إيران أو غير بلد يمكن يعني الآن أدنى شعراء متأخرين نعم من رعي للشباب الله يخليهم بدون ذكر أسمائهم نعم قريضاً أو حسجة ونعياً شعراء شعراء ينظمون قصائد بالفصحة أو بالشعب بالشعبي التي نسميها حسجة أو نعي ممتازين يعني على غرار وعلى نسق القدامى المتقدمين الأصل هنا أن يكون الشاعر والرادود خصوصاً الشاعر لا يمزج في قريحته قضايا دنيوية قضايا سياسية يعني علينا جميعاً الخطيب الرادود الشاعر أن نترك السياسة لأهلها خلق الله للحروب رجالاً أنا حقيبتي فارغة من السياسة منبر الحسين قال أيضاً نتقف على هذا موضوع السياسة يعني قضايا شخصية أو قضايا تخص فئة دون أخرى أصبها في أفرغ ما في قلبي من قضايا شخصية أو طائفية أو فئوية على منبر الحسين هذا عدم الإنصاف مع الحسين الحسين يستاهل يستاهل أن يكون مستقلاً وأن يكون المنبر الحسيني مستقلاً دون مازج منبر الحسيني بالقضايا السياسية بالقضايا الحزبية بالقضايا الأخرى نعم قضايا اجتماعية أمر المعروف نعم كلها في منبر الحسين لكن أذكر قضايا السياسية لا الحمد لله رجال السياسة موجودين مؤهلين هم الآن في الصف الأول يأدون ما عليهم نحن علينا تأدية مسؤولية المنبر الحسينية ورسالتنا الحسينية الرسالتنا الحسينية الآن يأتي الحسين قتل ألم يكن سياسيا لا الحسين ما كان سياسي الحسين إذا كان سياسي السياسي فكرة غير نعم أدنى سياسة واحدة وهي السياسة المعصومة للمعصومين هذه غير السياسة هذا معنى هذا نعم نحن نعرفها لكن شنو السياسة معصومة أنتم معصومون الآن السياسيين في هذا العالم إسلاميين وغير إسلاميين هذول معصومين المعصوم السياسي المعصوم تدري منه إذا أجل الحكم لا يبيت شبعاناً وواحد من أفراد ملته وشعبه جائع ليس منا من بات وجاره جائع أي واحد الآن الآن سيدنا السياسيين الموجودين في البلاد الإسلامية أي واحد منهم يفضل مصلحة الآخرين على مصلحته ما أقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثلاثة أيام إفطار إفطارهم كل واحد رغيفة الكبرى من الخبز اليوم الأول ويطعمون الطعام على حب الله حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً أسير مو مسلم الأسير يعني غير مسلم يعطي إفطاره ورغيفة ولقمته إلى غير المسلم أي سياسي الآن يسويها بيوتنا سياراتنا حياتنا أموالنا سلطة الهينمان والله وأنا على منبر الحسين هذا كرسي الحسين أنا لو كنت سياسياً ما أقول وين في هذه البلاد الإسلامية الحكومات بيد المسلمين كل البلاد الإسلامية يحكموها مسلمون الآن قادة مسلمين نعم زين نعم شهد الله إذا أنا مكانهم من أي دولة من الدول الإسلامية وأنا في قصر في قصري قصر الرئاسة نعم إن كان ملك إن كان رئيس جمهورية إن كان أمير إن كان حاكم إن كان رئيس الوزراء إن كان وزير إن كان زين نعم وأعلم في شعبي جياع ناس يعيشون في بيوت من طين يعيشون في بؤر بؤره لا صيف هم صيف ولا شتار هم شتار والله أستحي أن أنام في ذلك البيت ما صنع هذا إلا أمير المؤمنين أول يوم أقبل شوفوا الأمانة إن خير من استأجرته القوي الأمين قوة عنده أمانة عنده هذه القضية مو فقط لموسى عليه السلام والشعيب أبويا أبويا هذا الولد اللي اسمه موسى اللي راح يشتغل يمنى هم عنده قوة هم عنده أمانة ليش قوي لأنه رفع تلك الصخرة وفتح العين الجارية لأهل مدين أمين شنون عرفتي أبويا لما جبته إلى البيت قال لي امشي وراي اللي تمشين قدامي نحن أهل بيت لا ننظر إلى قوام المرأة أمانة الإمام أمير المؤمنين أول يوم استلم الحكومة قال أيها الناس لقد دخلت بلادكم برحلي وراحلتي وغلامي فلا هذا عندي غلام وهي غراضي وهي أموالي هاللي عندي البيزات هالدراهم فإن خرجت من عندكم بدونها فاعلموا أني من الخائنين عندك الله عليك رئيس واحد في البلاد الإسلامية المسلمين لا واحد يجي يعطي رصيد إحصائية ما عنده لا لأن من باتر ثاني يوم اللي قعد رح يليم 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 منه منه يجي يعطي إحصائية شنو عندي الآن هذا هذا هكذا أراد ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم هذا قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فبالله ما كنس من دنياكم تبرا إلى آخر الكلام الآن أكواحي ما أقول مثله لكن وين الغيرة الغيرة وين راحت غيرة أبو فاضل وين راحت ونحن نهتف بأبو فاضل غيرة الحسين وين صارت مالك بن نسر ضربه بالسيف على حاجبه وهو طريح أبو مخنف يقول ثلاث ساعات لا يقدر أن يتحرك قام واتكأ على سيفه لكن وقع على وجهه الحسين مالك بن نسر أقبل وضرب الحسين على جبهتي وأطبق حاجبه على عينه الحسين قال لا أكلت بيمينك ولا شربت بها لم منعتني من النظر إلى أهلي وعيالي غيور على عرضه وين غيرتنا وين غيرتنا بس عائلتي في أمن وأمان عائلة الناس شنو إلى آخره إلى آخره أيام مرجعية السين محمد مهدي بحر العلوم يمكن هنذاكرها في سلسلة عندي سلسلة ثلاثين حلقة لكن حظيمة مولانا هذا كل شفيها فائدة يعني ينبغي لكل القنوات أن يأخذوا هاي التسجيلات الأقراص يأخذوها من قناة الأنوار يبثوها لأن كل ما لن يطلبون منهم ما يأيدون مرة مرتين ثلاثة عادة ثلاثين حلقة مولانا ثلاثين حلقة يا مولانا أنا أتحد العنوان المرجعية الدينية ومراجع الإمامية من أول تأسيس الحوزات وأول المرجعية إلى هذا اليوم أصل إلى المرحوم سيد محمد مهدي بحر العلوم في مرجعيتي في النجف أخبروه بأن عائلة من النجف في الليلة الماضية بدون عشاء باته قال زين أكو أحد العلماء جيرانهم نعم فلان جابوا قال جيبوا هذا العالم الجار قال لو هل لك علم بجارك أنه بات مع عائلته بدون عشاء قال لا والله قال أدري ما عندي خبر ولو كنت تعلم لخرجت من الإسلام من الدين أدري بيك ما تدري أقول ليش ما تدري إذا كنت تدري وما تساعد وما تطيب عشاء أصن أنت مو مسلم خرجت من الإسلام شوفوا أخواني هذا هذا وضعنا هذا كانت تربية المراجع للخطاب نعم إذن بالنتيج الخطاب السياسي على المنبر المفروض الشيء السياسي يتركونها لأبطالها إذا كانت هناك خطاب لمعالجة شخصية السياسي نعم الدعوة لبناء شخصية السياسي مولان قبل اللحظات قلت لكم المنبر مكان الأنبياء ثم الأئمة ثم المراجع نحن بإذن وبأمر المراجع مرجع تقليد مسؤولياته كثيرة يمكن في عمر وفي ظروف لا يقوى على الخطابة المرجع يأمر تلميذه نحن تلاميذة نحن تلاميذ نحن جنود المراجع نحن نعم مرجع يقول هاي القضية مهمة نعم بخدمتك لكن أنا أجريك مواضيع أي أجعلهم مواضيع سياسية ومن كيفي كذا كذا شرق وغير هذا لا ينبغي لخطيب المنبر الحسيني المفروض كذلك موضوعة مهمة أريد أن أقف عليها هي موضوعة المادة التاريخية والمادة العلمية المستخدمة من قبل خطباء المنبر خاصة بالعودة إلى المصادر المخالفين العودة إلى الأقلام المعادية للبيت التي لضرورة لأسباب ما حديث به طول كتبت التاريخ بما تشتهي وغربلت التاريخ بما تحب هي الشاهد الكثير من الخطباء يعودون إلى هذه العناوين وإلى هذه الأسماء وإلى هذه الطروحات ويبتعدون عن القلم الشيعي النقي عن الكتب الشيعية المهمة المحققة من قبل المراجع المتفق عليها من قبل الأساتذة والمحققين هذا الموضوع أريد أيضا أخذه وياك ونقف عليها ولكن بعد فاصل ونرجع إذا كنترتاح شوية إن شاء الله الله يبارك بك أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين وبرنامج المائدة فاصل إن شاء الله وراجعين من أقعد ابتدائنا لذا أكتب القصيدين أقول أقول هساني لماذا أكتب يعني للتصفيق الحسين علمنا الحب الموذات علمنا حب المبادئ بكل شيء أقول هذه القصيدة قصيدة فلان قصيدة يعني خل الرادود يأخذ ساعة كاملة إلى الطمنة وأني ألطم جو المنبر أنا من عشاق النطم مرة أخرى مرحبا بكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين وعودة أخرى مع سماحة الشيخ مرتضى الشهرود حياك الله من جديد الشيخنا الله يخليكم ويرعاركم قبل الفاصل كان بدي أن نمر على المادة التاريخية المستخدمة على المنبر الحسيني يعني نجد يعني أنا ألاحظ بلقائي مع الشباب مع المهتمين متابعين ألاحظ أشبه إن صحة التعبير أشبه باللون من الثقة يكون في داخل المتلقي لما يسمع الخطيب يتحدث أنه هذا من الترمذي هذا من البخاري هذا من كذا هذا من هالعناوين التي كتبت بأقلام المخالفين لأهل البيت والتاريخ هذا الذي دون أهل البيت بما تشتهي على أهل البيت لكن لما يجي خطيب ويقف على الكافي أو على منتهى الآمال أو هاي العناوين الكبيرة ما يتقول هاي ثقة هذا أولا ليش شنو سببه الجانب الآخر من السؤال أنه لماذا بعض الخطباء جايب تعدون عن المادة العلمية اللي مصدرها هو ساقية أهل البيت جود أهل البيت علوم أهل البيت المحققة من قبل المرجعيات والمحققين أريد أن نقف على هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل يعرف أسرة واحدة يعرفها بالطهارة وأنه بالإرادة التكوينية طهرهم استعمال أقوى أدوات الحصر إنما يريد الله يريد إرادة تكوينية يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيره هنا قوة دافعة وليست قوة رافعة إنما يريد الله ليذهب عنكم القرآن لم يقل منكم أعوذ بالله أعوذ بالله منكم يعني شنو يعني الرجس كان ونحن رفعنا وله لكن عنكم دافعة قبل أن يدنوا ويتقرب الرجس إلى بيتكم الله عز وجل بإرادته الكونية أبعده ورفعه ودفعه الرجس عن هذا البيت الأمام الحسن يقول لو أخذت بيدك إلى بيتي لأريتك مكان جبرائيل حينما كان ينزل بالوحي الإمام الرضا سلام الله عليه حديث سلسلة الذهب ليش هذا الحديث اشتهر بسلسلة سلسلة الذهب لأنها كما يقول العلماء حديث معنعا عن أبي عن جده عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله مولانا القرآن الذي أنزله الله صاحب القرآن ومنزل القرآن قال أيها الناس يا أتباع القرآن من أراد القرآن وتفسيره ونزوله وتأويله وحقيقته وروحه فقط عائلة واحدة يعرفون كتابه وهم أهل البيت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ليش هذول مو خونة هؤلاء طاهرون إنما يريد الله ليذهب عنكم وردس أهل البيت ويطهركم يعني شنو يعني أعداكم المفهوم المخالف يعني أعداكم مطاهرين مطاهرين أنا أخذ كتاب الله من أقلام بني أمية تفاسير بني أمية التاريخ والحديث والرواية البخاري شوفوا إخواني اسمعوا يا مسلمين يا أصحاب الغير والإنصاف البخاري ينقل أحاديث من مروان ابن الحكم تعرفون من هو مروان يروي عن المغير ابن شعب الذي مباشرة ضرب الزهراء والإمام الحسن لما وقع نظره على المغير قال يا مغير أنت الذي ضربت أمنا فاطمة حتى أدميتها البخاري يقدس وينزه المغير ومروان ولا يروي رواية واحدة عن الإمام الصادق روحي له الفداء جعفر بن محمد أستاذ إمامهم مالك بن أنس أستاذ إمامهم الشافعي أستاذ إمامهم أحمد بن حنبل أستاذ إمامهم أبي حنيفة رواية واحدة ما ينقل عن الإمام الصادق ويقول أنا الشاك في صدق الصادق بالله عليكم أنا أخذ التاريخ والرواية والدين والقرآن من هؤلاء أترك أهل البيت مصادر شيعة أهل البيت من الطاهرين أخذ من هذه الأيدي الملطخة بدماء المعصومين والمظلومين هذا يعني خلاف الإنصاف قرآن موجود تفاسير أهل البيت أنا أخذ كتاب الله من تفاسير غير أهل البيت غير شيعة أهل البيت أترك البرهان أترك الصافي نور الثقلين هذه التفاسير مجمع البيان تشم رائحة علي وفاطمة من هذه التفاسير والكتب من النبع الصافي الزلال الطاهر أخذ روايات من غير شيعة أهل البيت أبدا أبدا شهد الله في بعض الأحيان في مجالس أضطر لأن مستمعين من إخواننا السنة الله يحفظهم لأولئك حتى يكونوا على علم بأن نحن نذكر من مصادرهم نفس الوقت أستحي من سيدي ومولاي صاحب الأمر أن أذكر أسماء أعدائهم وأن أنقل الأحاديث والروايات من مصادر أعداء علي وفاطمة لا ليس من الإنصاف خادم الحسين يعيش على خط الحسين ومن هم على خط الحسين وأب الحسين وأم الحسين ماكو داعي أحنا عدنا ننبع صافي أحنا ننقل سلسلة ذهبية الذهب يعني شنو أردنا أن نمدح أحدا أو نصفه بالصدق وبالطهارة بالنظافة هذا نظيف يقولون هذا ذهب ذهب صافي ذهب صافي ما في غش شنو اللي مودينا أنا على ديش الشوائب أبدا تراثنا غني لسنا بحاجة شنو يكون جوابنا للذي يدعي يقول يعني إحنا محاولة التقريب بين المذاهي قل لأي واحد أنت أنت اللي تقول هذا الكلام إن كنت مجتهدا إن كنت صاحب رسالة إن كنت أملاقا في الخطاب والمنبر 1400 سنة بدون نتيجة روح أنت تروحوا يوم هم ما يجوك ولا خطوة بالفعل المرحوم السيد البروجيردي رحمة الله عليه بعث المرحوم شيخ محمد تقي القمي إلى القاهرة أنا رايح إلى القاهرة أنا رايح إلى مصير بذل قصارى جهوده دون جدوى أبدا شبابنا المتزلزلين اللي زرعوا في أذهانهم وعقولهم التقريب التقريب ماكو تقريب حبيبي التقريب إذا كان من الطرفين أنا أجيك أنت ما تجيني أنا أجيك أستقبلك أنت تطيني ظهرك شن الفائدة ماكو تقريب ماكو تقريب وأقولها جهارا إلى يوم القيامة خطان متعاكسان أبدا كل نتيجة ماكو على شيعة أهل البيت أن يتمسكوا بخطهم الطاهر المعصوم النزيه العبق العطر خط أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ولسنا بحاجة إلى أن نذكر شيئا من المواد التاريخية أو من القرآن والتفسير والروايات والحديث وما شابه من طرق غير أهل البيت أبدا عدنا كتب وعدنا تراث غني صادق ما أخذ من الكذابين واحد اللي دائما كان يكذب أنقل عن سمر بن جندب سمر دعاه معاوية قال لي يا سمر هذه الآية في حلقي ماذا أصنع ماذا أصنع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف من العباد أجمع المفسرون بأنها نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي له الفداء حينما بات على فراش رسول الله رسول الله قال له يا علي إن قريش تريد الفتك به هذه الليلة فهل ترقد على فراشي قال يا رسول الله إذا أنا رقدت على فراشك وغطيت نفسي بردائك فهل تبقى سالما قال بلى قال يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء روحي لروحك الوقاء فبات علي أمير المؤمنين على فراش رسول الله نزلت الآية ومن الناس من يشري يشري يعني يبيع عدنا يشتري وعدنا يشري يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله في حق أمير المؤمنين معاوية يرسل على ابن جندب سمر ابن جندب قال له لك مئة ألف درهم أو دينار يلا أنت صحابي هذول الصحابة الصحابي اللي منابع من خط أمير المؤمنين هذا التابعي اللي لم يكن على خط أمير المؤمنين أمثال هذا فساد صحابي فكر قال لا هذه معاملة أنا أبيع الديني في هذه المعاملة المبلغ قليل قال له مئتين ألف قال له قليل ثلاثمائة ألف الخبر مفصل أربعمائة ألف استلم السمرة من معاوية سعد على المنبار هذه الآية يريد أن أغيرها صحابي بعد سمعته قال سمعت رسول الله بهاتين شوفوا الإجرام شوفوا الظلم في التاريخ ورأيته بهاتين يقول شنو إن هذه الآية نزلت في حق عبد الرحمن ابن ملجم في حق أمير المؤمنين خلاها شنو في حق قاتل أمير المؤمنين قد نهي شي شواهد أحنا نأخذه من طريق غير أهل البيت وشيعة أهل البيت لا والله ما نسويه نعم اللي عنده الروح غير ولائية غير علوية غير فاطمية خلي روح خلي ينقل عن هذولك تشوف على المنبر عدنا حتى على منبر الحسين نعم عشرين مرة ينقل من أعداء أهل البيت ولا يقول قال الباقر قال الصادق قال الرضا إذن لسنا بحاجة أحنا تراثنا غني ننقل تفسير القرآن من تفاسير الشيعة الأحاديث التاريخ التاريخ صادق مو كاذب تلفيق كل كذب تاريخ نقي نظيف مولانا أيدي ملطخة بدماء العبرياء الأيدي اللي تنحر تذبح على الهوية وأثر موجود إلى اليوم إلى هذا اليوم إلى هذا اليوم مجاي يقفون أنا تعبتك بهذا حسك نفعل قضايا أني تستفزني قضايا شيعية ما يخال إن شاء الله هذا محسوب إن شاء الله أنده للبيت مرورة عديثك أنه أنت كنت مريت بالقاهرة مريت مصر مصر بالذات من الدول العربية أنا قرأت تاريخي حسنا دولة عربية مهمة خصوصا أنها كانت موطن للدولة الفاطمية وأثر الشيعي موجود بها الآن مع فترة التغيير هذا إذا عود بذاكرة الشيخ مرتضى الشهرودي ودخوله إلى القاهرة حسا بداية المعرف دخل إلى القاهرة ضيف سائح لو كانوا هناك منبر كانت هناك مشاركات قراءات بداية خلي أفهم حبورك إلى القاهرة كان شنو لم تكن لدي سفرة رسمية أو خطابية أو تبليغية لا سياحية كانت تقريبا ثلاث سفرات إلى مصر في ضمن السياحة والاطلاع على المساجد وزيارة السيدة أم كلثوم سلام الله عليها أخت الإمام الحسين الصغرى للكبرى الكبرى في الشام الصغرى المكنات بأم كلثوم في مصر وطبعا الأخبار التاريخية موجودة وزيارة السيدة نفيسة ورأس الحسين لدينا عشر روايات في مصير رأس الحسين ودفن رأس الحسين رواية من هذه الروايات العاشر تقول أن الرأس الشريف دفن في مصر فذهبنا طبعا الأزهر موجود مقابل رأس الحسين ومسجد الإمام الحسين فسفرة من السفرات صادفت أيام ميلاد النبي ربيع الأول توجهنا إلى زيارة الحسين سلام الله على الرأس الحسين رأينا خيام منصوبة احتفال كبير وكان أحد تجار الكويت معي صديقي وصاحبي في السفر قلت له فلنشارك حضوران رحنا شافه معمم ومعقل وبالبشت والعباية يعني أنت دخلت إلى مصر بزيك الحوزوي نعم أنا أي مكان مولانا أنا في مطار هونغ كونغ ضاق الوقت للصلاة اضطررت أن أصلي في ساحة المطار وقفت فأحسست أن أني واقف في مكان غير مناسب لكن أصلي الآن تفوتني الصلاة تغرب الشمس أحسست بهمهمة ودمدمة خلفي احتراما إلي وأنا بعمامتي وجبتي أصلي على الأرض الناس قرابة مئات الناس مسافرين وقفوا احتراما لهذا المعمم المصلي حتى فرقت من صلاتي فمروا جميعا في طريقهم سفرات عديدة عندي في أمريكا بعمامتي كوريا الجنوبية لحظة واحدة في كوريا الجنوبية أنا أول رجل دين شيعي يدخل كوريا الجنوبية خصوصا بالذات شهر ما نزعت العمامة مرة واحدة في تايلاند في بلاد أخرى في بريطانيا في مصر بالعمامة أذكر افتتاح المجلس بتلاوة القرآن شيخ القراء المرحوم الشيخ محمود خليل محمود الحصري رجل طويل القوامة اللحيب بتلاوته الرائعة وزير الأوقاف كان محافظ القاهرة كان وحفل على مستوى ونحن حضور من المستمعين هذا صاحبي الكويتي لأحد المسؤولين المنظمين في الاحتفال قال لهم يعني سئله قال احنا من الكويت يبدو عريف الحفل كان أطال النظر إلينا هذول منه مستمعين بعد يدرون احنا مو مصريين أقبل إلينا قال من أين الإخوة تدري المصريين مؤدمين مصر بلد الذوق مصر بلد الأدب والأخلاق والتأريخ تأريخ عريق ذوق ذوق قلنا من الكويت صاحبي قال له الشيخ خطيب قال أتحبون المشاركة قلت أنا لا بأس راح كانت كلمة ما أدري لي أحد خطباهم علماهم ففسح لي المجال لعشر دقائق قل لي عشر دقائق المنصة في اختياركم أنا ألقيت أول شيف بدأت طبعا بالتحية والسلام على رسول الله والحمد وثناء فافتتحت كلمتي بأبيات في مدح النبي بالأطوار المصرية قرأت مولانا شايفين شنون عبد الواسط لما يقرأ يصيحون الله الله الضجة تصير صارت هيش ضجة لقراءتي نعم وهذا صاحبي الكويتي كان يتألق كاد أن يطير فرحا وابتدري ذاك اليوم طاقتي كانت أكثر من الآن هذه الأبيات وهذه الأطوار والصوت مولانا أنسى المجلس ما سمع من قبلي وأتعبه لما سوف يستمعه من بعدي قلت لهم الآن عشر دقائق انتهى وقتي الناس جميعا يصرخون لا يا شيخ يا شيخ يعني يقولون يطول بعد أجل عريف قال لي بعد إليك ربع ساعة إضافة إلى عشر دقائق فألقيت محاضرة وخطبة وكلمة في ميلاد النبي شخصية النبي وقعت الكلمة في قلوبهم جميعا وأخذت الكلمة منهم كل ما أخذ وطبعا ما خلت تعبره فقط في رسول الله فقط في رسول الله ذكرت من هو نفس رسول الله من هو روح رسول الله من هو عبده وخليفته وأخوه كيف كان تقبل هاي القضية مولانا يقبلون يعني حسيت حسيت أكو حضور للحسين لعلي بن أبي طالب لفاطمة الزهراء في مصر بصمات أمير المؤمنين والزهراء الأزهر الأزهر يعني الزهراء بصمات أهل البيت موجودة الآن أنا أعترف كفرد وألقي اللوم على كل عالم وخطيب شيعي روح إلى المرجعيات مقصرون جميعا تجاه مصر تربة مصر تتقبل الشعب المصري ولو في أعماق قلبه هناك ذرات من حب أهل البيت نحن مقصرون نحن مقصرون نحن مقصرون شخص من أهالي مصر تشيع وكان داعية وأوصل صوت أهل البيت إلى أرجاء مصر هجموا عليه كان يعيش حالة متواضعة لم يكن غنيا حياة متواضعة بدون حماية دخلوا في بيته قتلوه جروه بالحبال في السكك أبدا لم يقف أحد لحمايته ولنصرته لا في حياته ولا بعد موته نحن مقصرون ونحن مؤسساتنا مؤسسات الشيعة مقصرة بالمناسبة أهم التقيت وشيخ شهيد المرحوم حسن شيحاته لا ما أين لقاء كان هذا كل وقت طبعا ما كان أنا لا بهاي الفترة يعني لا قبل استشهاده لا ولم أعرفه بس أسمع باسمه أه أقول أحنا كلنا مقصرين أنا في حدودي وفي إطاري مقصر وغيري كلما توسعت هذه الدائرة المسؤولية أكثر المنبر الحسين بطبيعة هالة عراقي بخطباء بتاريخ بصوت بشعر الأغلبية الغالب عراقي نعم الأصل والأم العراق العراق الناعي صوت العراق يعني أصلا مولانا حضارة العراق والأدب العراقي مبتني على الحزن حتما أثرت المنبر العراقي والمدرسة العراقية بشقيها كربلائي النجفي الكاظمي ربما المدرسة البحرينية أيضا إلى هدائقتها وإلى هدورها وإلى كذا الآن بدت تظهر أو ربما ظهرت شخصيات على المنبر عربية ولكن بصوت عراقي بشجوع عراقي من العرب جيل منبري كبير الآن موجود على الساحة من الشباب لم يكونوا عراقيين لكنهم يغترفون من معين العراق العراقي إذا خطيب أكبر خطيب لدينا خطباء فطاحل ما شاء الله من بلاد مختلفة في الخليج في سوريا ومن نصور ومن لبنان أخيرا لا محالة يغترفون من معين العراق ومن النعي العراقي ومن الشجو العراقي بدقيقتين الوقت المتبقي أو لربما أقل بماذا يوصي خطيب العلماء وعالم الخطباء الشيخ مرتضى الشهرود هذا الجيل القادم أو المزامن إلىه من خطباء المنبر من العراقيين ومن العرب بماذا يوصي أنا أريد لهم كل الخير والفلاح والسداد والصلاح وأرجو من الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويثبتهم على خدمة الحسين روحي له الفداء والنصيحة أن يلتزموا بالحسين وظلامة الحسين وخط الحسين وشعائر الحسين وأن لا نتجاوز حدودنا الإمام الحسين نجعله مستقلا لا نمزج قضايا حزبية سياسية متفرقة في مأتم الحسين أنا حتى هذه القضية كانت حتى هنا في العراق في الأربعين مواكب كانت تأتي وتفرغ قضايا سياسية في رداتها ماكو داعي نخليها هاي لأصحاب السياسة يقفون أمامه هذه التيارات والاتجاهات نجعل قصة الحسين مستقلة للحسين الحسين يستاهل أن يكون مستقل نعم وأن تكون مؤسسة الحسين سلام الله مؤسسة مستقلة فيه وفي ظلامته وطلب ثأره روحي له الفداء ونشر تعاليمه وفكره بالنعي والجانب المأساوي نجلب القلوب القلوب إذا حضرت الإنسان بقلبه ورحه يعطي كل نفسه للخطيب الحسيني إذا أقبل كل أرض خصبة أذن واعية للتلقي إذرع ضع النبت الصالح والبذرة الصالحة فيه غذيه بغذاء الحسين شنو فكر الحسين ما هي أهداف الحسين ما أقول ثورة لماذا نهض الحسين سلام الله عليه لم تكن ثورة إذا ثورة كانت الثائر يأخذ معه أطفال صغار رضع هذه كلمة الثورة أنا ما أستعمل عنوان مصغر أي ما أستعمل كلمة الثورة اللي جاي إلى الثورة يحمل عائلته معه إنساء وأطفال إلى أحسنتم يا شيخنا تعبناك لا حبيبي الوقت كان أيضا سريع ولكن ممتع ومفيد ومثمر إن شاء الله أسأل الله بحق الحسين أن ينفعنا بذكر الحسين إن شاء الله وبشعائر الحسين وبمأتم الحسين الله يبارك بكم حلقتي وإن شاء الله نعيد جمهورنا ومتابعين أن نعود بلقاء ثاني وحلقات جديدة ويجرام الشيخ إن شاء الله أنا من خلال شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية كل الامتنان والتقدير أقدم إلى الأحبة في حسينية المرحوم الحاج داود العشور الكادر التصويري كل المحبة والتقدير لهم هذا الجهد الرائع اللي كانوا خلف الكواليس ويانا وما قصروا بضحصن ضيافتهم كذلك بإسمي وبإسم إدارة القناة وكرر امتناني وتقديري لسماحة الشيخ منتظر الشهرود ممتنين على قبول الدعوة وممتنين على زرع عمل أن تتكرر هذا اللقاء وهذه الحلقات إن شاء الله بكم إن شاء الله وأنا كذلك أشكر الله عز وجل الذي أولاني ووفقني لهذه الخدمة القليلة الضئيلة وأقدم شكري لهذه القناة المباركة باسم سيدي ومولاي الإمام الحسين روحي له الفداء الله بله كذلك أقدم شكري إلى أهالي البصرة لأني في البصرة الآن في خدمتكم في مدينة البصرة وإلى حسينية المرحوم الحاج جاوود العاشور أسأل الله أن يحفظ أولاده الكرام ليقوموا بهذه الخدمة الحسينية كما هي عادتهم وديدنهم إن شاء الله من أيام أبيهم وأسأل الله أن يثبتنا على خدمة الحسين وأن يجعل هذه الخدمة ذخيرة قبرنا وآخرتنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم أحبتي خير ما أختتم به هو ما ختم به سماحة الشيخ في أمان الله سماحة الشيخ